طالب السفير اسامة عبدالخالق مندوب مصر الدائم لدى الامم المتحدة في نيويورك مجلس الامن الدولي بالعمل على وقف اطلاق نار انساني على الفور في قطاع غزة وقال عبدالخالق خلال كلمته في مجلس الامن ان الاحتلال الاسرائيلية يرتكب جرائم حرب وابادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة مشيدا بمواقف الامين العام للامم المتحدة انطونيو جوتيريش وشجاعته في الدفاع عن المواثيق الاممية تجاه القضية الفلسطينية عكد مندوب مصر لدى الامم المتحدة ان جرائم المستوطنين تتصاعد في الضفة الغربية تحت سمع وبصر جيش الاحتلال داعيا مجلس الامن للتعامل مع الاوضاع المأساوية في قطاع غزة المحاصر ولمزيد من المتابع ينضم الينا عبر الهاتف السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الاسبق سيد سفير اهلا ومرحبا بك على شاشة ديمسي اهلا بك وبالشاشة سيد سفير جهود حثيثة تبذلها مصر مع المجموعة العربية مع كل احرار العالم الذين يمتعدون من هذا الوضع الكارسي في غزة ولكن في كل الاحوال تواجه تلك الجهود بالفيتو الامريكي تعقيبك وتعليقك على التصرف الاخير من الولايات المتحدة والمجهودات المصرية والعربية ازاء هذا الموقف يعني انا مع كل التواضع لم اندهش لان الولايات المتحدة دائمة تستخدام الفيتو لصالح اسرائيل ومن المدهش ان يعني اذكر ان الولايات المتحدة كانت تشكو ان الروس دائما هم الذين كانوا يستخدموا الفيتو في قضايا الاستعمار والاستقلال في عقد الاقضاء الخمسينات والستينيات ولهذا جاءوا بفكرة الاتحاد من اجل السلام التي تجعل مجلس الامن من حقه ان يحيل بعض القضايا الى الجمعية العامة فتصدر قرارات لها قوة التنفيذ بنفس قوة مجلس الامن لكن دعني اتخطى هذا كله واقول لك نفترض ان امريكا اتخذت خطوة ذكية وسمحت بصدور القرار قل لي اي قرار في تاريخ الامم المتحدة نفذته اسرائيل بل ان القرار الذي صدر في الامم المتحدة سنة 48 بانشاء اسرائيل نفسها لم تنفذه اسرائيل لان هذا القرار تضمن القبول بقيام دولة يهودية على ارض فلسطين مع تقسيم الارض بين الفلسطينيين وبين الاسرائيليين هذا القرار لم ينفذ لان الخريطة التي تسمى بخريطة التقسيم للاراضي الفلسطينية والاراضي الاسرائيلية لم تحترمها اسرائيل يعني القرار الامم المتحدة المنشئ لي اسرائيل لم تحترمه اسرائيل ولكن بالطبع سيادة السفير هذا لا يمنع الجهود المبذولة ليس كذلك؟ يعني في ضرورة لاستمرار الجهود بالتأكيد لان ده دعم الحق الفلسطيني يكفينا ان 139 دولة ايادوا القرار اللي صدر عن الجماعة العامة صحيح ليس له قوة تنفيذ لكن برضو بقول عشان نرايح انفسنا قليلا ان حتى قرارات مجلس الامن الملزمة لاسرائيل لم تنفذها اسرائيل معتمد على السياسة الاسدواجية التي تمارسها الولايات المتحدة بل والغرب عموما لان اسرائيل تمثل لهم يعني ضمان للامن والسلام في رأيهم لامدازات البترول ولحرية الملاحة في البحرين الاحمر والمتوسط ونجحت مصر في وقت مسيرة السلام ايام الرئيس السادات فان تثبت للهات المتحدة انها تستطيع ان تعتمد على صداقات اكثر مما تعتمد على التهديد عودنا من ايام الرئيس ترامب الى انه بكل شيء مؤسف يصرح بانه هدد احد ملوك الامة العربية بانه سيدخل عن حمايته ما لم يدفع السمن نعم وستمعنا جميعا الى هذه التصريحات شكرا على الاجابة على السؤال الصعب في هذا الامر السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الاسبق كنت معنا عبر الهاتف اشتركوا في القناة